سامي الفهري بعد خروجه من السجن توجه برسالة مؤثرة وقية ياسر للجمهير متاعه والمتابعين متاعه ومتابعي قناة الحوار التونسي حبي تواجه سامي الفهري بالشكر نيابة على عائلته الكل إخواته أخته سلم الفهري زوجته وابنته الكل حبي يقول نشكر العباد الكل اللي وقفوا معايا وعملوا حملة تضامنية باش سامت في الخروج متاعي وفي الإفراج متاعي ونشكر أيضا خطر ما خلوش عائلتي وحدها في الشدة هذه وقت اللي ينا في الحبس سامي الفهري حاب يقول أيضا اللي هو كان يتمنى يظهر في صورة الشخص اللي ما أثرش فيه يعني السجن والحبس بصفة عامة لكن قال الشي هذا ماهوش صحيح الحبس حاجة خايبة ياسر وكان يقول تلك مكاكة راني المسكي خطر بالحق السجن أثر فيها وتعدد تجربة خايبة ياسر ياسر في حياتي ومانيش باش ننسيها بعد الخروج متاعي السامي الفهري من السجن حكي أيضا على أعماله في المستقبل كيفاش باش ياخذ المشعل على المخرجة سيوسن الجمني في أولاد مفيدة وعدد أعمال أخرى باش تتفرجوا في الفيديو الأصلي عملوا اشتراك في القناة وتابعونا في الفيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر